انا معد ادري ارتحمل هالضغط النفسي اللي انا فيه بالشغل بدي اترك الشغل بدي اقدم الاستقالة تبعي وبخلال فترة اذا ما لقيت شغل برجع بسحابه مرة تانية عادي خليني اتخيل حالي بمكان كتير بعيد شغل منتاز رواتب منيحة شمس طوال الوقت هيكون مرتاح نفسيا خلاص هذا احسن حال خليني اقدمه اليوم وبخلال شهر اذا ما لقيت شي برجع بسحابه عادي هل هذا الشي برأيكم موجود بالمانيا بيحقلينه انا اقدم الاستقالة تبعي وارجع اسحابه خلال شهر وكأن شيئا لم يكن هاشرح لكم كل هالمعلومات بعد الانترو سلام عليكم ايهو الاكابر والضماء جدا عبدالهاري معكم من امام العدسة ان شاء الله تكونوا بكل صحة وعافية يا رب اموركم كلها تكون خير مثل ما شفتوا بالانترو هل هذا الشي موجود وانا بيحقلي هاشرح لكم كل هالتفاصيل بشكل كامل خلينا نبلش من حيث القانون ما بيحقلك ابدا انك انت تسحب الكونجونج اللي انت قدمته نحنا عم نحكي قانونيا بس هون بترجع الشغلة على حسب انت علاقتك والشيف اذا علاقتكن كتير فري ومنيحة ورواء الوضع وانت قدمت بلحظة غضب الكونجونج تبعك ورجعت لعنده على المكتبة له انا بعتذر قدمته بشكل كنت معصب منك ومعصب من الشغل وضغط نفسي وصير معي مشاكل هون بترجع على حسب الشيف ممكن يوافق وممكن يرفض ونقطة الرفض ما في شي بيدينه ابدا قدام القانون له حرية القرار ولح نحكي هون عن شغلتين اساسيات اسباب لموظف انه يترك وممكن كمان الاربايت جي باي يفصلك من الشغل ويتراجع عن هاي النقطة ويطلب منك انك انت ترجع على الشغل وكمان لك حرية القرار اما بترجع او لا طيب خلينا اول شي نتعرف على الاسباب ترك الموظف للشغل اول شي انك انت بتكون مضغوط نفسيا ومعصب بلحظة غضب قدمت الكونجونج تبعك وقلت خلاص انا بديترك من هذا الشغل مثل مشهد التمثيل العظيم اللي عملته قبل الانترو بداية الفيديو رقم اثنين انك انت بتكون ملاقي شغل وبلحظة اسرع بتقول انا بديترك شغل خلاص لقيت واحد جيد وللأسف بيفقص هذا الشغل وما بتقدر انك انت تحصل هديك فرصة العمل وبترجع بدك تسحب الكونجونج هون الاربايت جي باي له الحرية بالرفض او القرار بالايجاب هلأ اسباب بقى الاربايت جي باي كتير ممكن كمان انه الاربايت جي باي يفصلك ويقل لك بترجع عالشغل لو سبحت ليش اول شي ممكن مثلا يتهموك بالسرقة وانت بريء من هاي الشغلة وما لك سارق ا اشي ابدا بس اتهموك وفصلوك بهذا الاتهام وبعدين اكتشفوا انك انت بريء هون الاربايت جي باي لك رجع لو سمحت على الشغل ولا كحرية الرفض او القبول يعني بتراجع عن الكونجونج تبعك اللي هو بعت لك ياها وسلمك ياها باليد رقم اثنين انت عندك عقد عمل مفتوح بالشركة وصل لك زمان عم تشتغل فيها وفصلك الاربايت جي باي صاحب العمل لاسباب غير منطقية وبدون سبب وجيه او بدون اي سبب حتى هيك فئة الصبح لقيت بالبريد عندك الكونجونج تبعك ه من هاي الشركة واذا صل لك زمان وكيت تكون التعويضات كتير كبيرة بعدين يحس على حالي والاربايت جي باي انو انا شو عملت بي حالي انا هادا الزلمي بده مني مصاري خليني ارجع اسحاب الكونجونج وبيبعت لك باقي انو تعال وخلينا اسحبها وبمعيتك ولو سماحت وكذا مشان ما يتفعلك الابفندونج تبعك رقم الثلاثة قاعدين باجتماع بقلب الشركة هيك العضوات الكبار مثل الباب الحارة وقرروا انو هني بدون يسكروا هذا القسم قسم المحاسبة على سبيه مثال وبدون يمشوا كل الموظفين اللي فيه بعدين بعد شغلات اسبوع بعد ما بعتوا الغاء عقود للكل بعتوا للكل اكتشفوا انو لأ احنا ما بنقدر نتخلى عن قسم المحاسبة شلون يعني احنا شلون فكرنا هيك انو احنا بننترق بننفصلهم كلهم اخي ارجعوا بعتونا ياهون لو سمحتوا لغونا العقود لغونا لغاء العقد اللي نحنا عملنا لهم هون كمان الاربايت نيمة الموظف يحق له قبول العرض او رفضه طيب انا كيف بقدر استرجع العقد تبعي شو بدي اعمل في شي اسمو خلينا نقول هو شرح عن النواية باللغة العربية انو انا كنت معصيب وبدي رجع الشغل لانو انا بحاجة هذا الشغل ومن هل حكي هذا كله في لصيغة معينة لازم انك انت تكتبها على حسب القانون 130 من قانون العمل لا تعتبر هاي الشغلة سارية المفعول ونافزة حتى يستلم الشخص المسؤول يعني مو انت تبعت بريد وتضيع بالبريد وانت نفكر حالك انك بعدتها وبعد فترة تلاقي انو لا ما توفع على طلبك ولا حدا دقره ابدا لازم تسلمها باليد او تبعتها اينش غايب متروكشاين لا تتأكد بالضبط انو هادا الشخص استلمه واراغا اليوم اللي بيستلمه فيه هون تعتبر انك انت عم تطالب باسترجاع العمل تبعك هاي في ايش نقطة كتير مهمة لما انت بتبعت له ياها تعتبر عرض عقد عمل جديد شلون يعني يعني الاربعي تقايبة بيحقله انو يرفض وبيحقله انو يوافق وممكن انو هو يوافق على شروطه هي شلون يعني شلون على شروطه ممكن يتغير شي بعقديه طبعا ممكن يتغير شي بعقدك اذا انت كنت عم تاخد 3000 بروتو او 10000 بروتو ممكن يقول لك انا لرجعك على الشغل بعطيك 2000 بروتو 2500 لانو انو انت عم تعطي عقد عرض لشغل جديد يعني انو انا موظف صح انا كنت عندك بس انا لغيت عقدي وبدي ارجع مرة تانية فهون هو يحق له انو يساوي العقد اللي بده ياه متل ما هو بده للأسف بس هذا القانون طيب انا بلحظة غطب قدمت الكونيونج تبعي اديش هي الفترة حتى اعملت سوقك تسين لهي الكونيونج كل ما استعجلت اكتر كل ما كان افضل مو مثلا اذا انا عندي الكونيونج سفريست انو انا عقدي بانتهي بعد شهر باليوم 28 افضل مع الليب انا بدي ارجع لعمل تبعي انا ما لقيت شغل انا لح روح حالي وخاصة انو ممكن يكون علي مشاكب لاغ انت وفو اربعة اذا بدي سجل يجيني شباغونج لازم تبعت انك انت بدك تسحب الكونيونج تبعك بشكل سريع تالت يوم رابع يوم يعني تحس هيك بالزم بتعود مع حالك تقول لا انا بدي استرجع شغلي خليني ابعت وحاول مع الشيف اما كل ما تأخرت اكتر كل ما كانت فرصتك بالرجع على الشغل اقلب كتير نقطة كتير مهمة لح نحكي عنها هلأ ركزوا معي يعني الغاء العقد العمل شفاهيا بيوم الايام كنت معصب عم تسبسي عم تبربر على هالعالم بدي اترك الشغل بدي اترك الشغل انا بكرا ما ليجاي عالشغل هاي ما تعتبر سعرية المفعول حتى تكتبها بخطئتك وتبعت له ايها ويستلمها هو ويبعت لك التأكيد معه حتى الاربعين تجيبها صاحب العمل المعصر من الموظفين بدي يوفصلك اليوم انت بدي يوفصلك انت بدي روحك على بيتك هذا الشيء كمان لا يعتبر سعرية المفعول ولا انت اصلا مضطر انك لا ترد عليه ولا هو يرد عليك ادما حكيت ادما بربرت ادما بع بعض عادي كتير انك انت تقول انا بدي اترك الشغل شفاهيا على حسب القانون 125 ما بعض اذا ذكرت اه رقم القانون اول شي نسيت الله خلينا اتذكر شو صار قوي على حسب القانون 125 لا يعتبر سعرية المفعول الغاء العقد الشفعي طيب يا سيدي هلا نجي معك لاخر الفيديو اذا الاربعين قيبة هو اللي فصلك تعصفيا بدون اي سبب وجيه وتحول تلصة على المحكمة وانا دائما بقول اذا فصلك صاحب الشغل وانت معك عقد عمل مفتوح انك تروح للمحكمة العمل خلال فتحة ثلاثة اسابيع لتقدم تعوضة صاحب العمل انه هو فصلك بدون وجه سبيب وجه سبيب بدون سبب وجيه عربي زعيف وبس تروح للمحكمة هون بحقل الاربايت قيبة بشكل عام لاخر لحظة من لما تفوت على المحكمة انه هو يتراجع عن الكونديونج تابعه كمان هون في معلومة اذا فدتوا على المحكمة ووصلتوا لنص جلسة المحكمة الاولى الاولى طبعا نحنا منحكي واتفقتوا بعدين بينات بعضكم انه انت حترجع الشغل او هو حيعودك بالأب فيندونج لنص المحكمة هو بيتراجع كمان عن الكونديونج تابعه وبيقدر انه يتراجع عن القرار تابعه يعني معه وقت طويل كتير لا يقدر هو يتراجع عن الفصل اللي عمل لك يا التعس فيه بدون سبب وجيه هلا ازلطيت وبتكون هاي جلسة استماع الجلسة رقم واحد وهيك بالحالة يا اكابر ونكون وصلنا لني هادي الفيديو بتمنى المعلومات اللي كانت فيه منيحة وانا بتوقع هاي المعلومات جدا ممتازة ممكن اشخاص كتير ما تعرفها ابدا لانه دائما لازم تعرف انت حقوقك بالمانيا بشكل كامل وهذا الشي حقك تعرف اللي اليك واللي عليك كان معكم من امام العدسة عبدالهادي بشوفكم على كل خير فيديوهات القادمة ديروا بالكم على بعض وحبوا بعض ولا تزعلوا بعض والهلا حالكم السلام عليكم اشتركوا في القناة